موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمات الفوريكس المحترف دروس تعليمية عن سوق الفوريكس الحلقة الواحدة والثلاثون من برنامج تعليم الفوريكس النماذج العنوين واحد المقدمة اثنان شرح بعض المفاهيم ذات الصلاة ثلاثة نموذج الرأس والكتفين الانعكاسي أربعة نموذج الرأس والكتفين الاستمراري المقدمة نود أن نعرفكم في الحلقة الواحدة والثلاثين من البرنامج على نوعين اثنين من النماذج الهامة حيث سوف نتطرق إلى نموذج الرأس والكتفين الانعكاسي وكيفية استخدامه في الأسواق المالية وكذلك نموذج الرأس والكتفين الاستمراري كما سوف نقدم لكم بعض المعلومات المفيدة الأخرى حول موضوع هذه الحلقة مثل حد جني الأرباح وحد إيقاف الخسائر لكن قبل ذلك ينبغي القيام بتقريم شرح موجز حول بعض المفاهيم ذات الصلة بالأمر شرح بعض المفاهيم ذات الصلة 1- خط الرقبة عبارة عن رسم خط يربط القاع الموجود فيما بين الرأس والكتف الأيسر بالقاع الموجود فيما بين الرأس والكتف الأيمن سواء في حالة الاتجاه الصاعد أم الاتجاه الهابط حيث يواصل الخط امتداده بعد ذلك 2- الارتفاع عبارة عن رسم خط عمودي يربط أعلى نقطة الرأس بخط الرقبة في حالة الاتجاه الصاعد بينما بالنسبة لحالة الاتجاه الهابط فإن الارتفاع يتم الحصول عليه عبر رسم خط عمودي يربط أدنى نقطة الرأس بخط الرقبة 3- نقطة الدخول عبارة عن نقطة تستطيع الأسعار لديها من اختراق خط الرقبة 4- حد جني الأرباح عبارة عن مستوى H أو H على 2 5- حد إيقاف الخسائر يقع فوق الكتف الأيمن في حالة الاتجاه الصاعد بينما بالنسبة لحالة الاتجاه الهابط فإن هذا الحد يوضع تحت الكتف الأيمن 6- القبلة الأخيرة عبارة عن ملامسة خط الرقبة مجدداً وذلك بعد نجاح الأسعار في اختراق هذا الخط حيث أن القبلة الحميمة تعطي الضوء الأخضر لتسجيل الصفقة هناك شرح نموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي من خلال الصور في حالة الاتجاه الصاعد توجد هناك ثلاث حالات لهذا النموذج حيث تختلف كل حالة عن حالة أخرى بشكل طفيف يظهر هذا النموذج بشكل عام في نهاية الاتجاه الصاعد فيتكون الكتف الأيسر ومن ثم يحدث الهبوط لترتفع الأسعار من جديد حيث تصور الرأس على أن تهبط وترتفع الأسعار مجدداً بغية خلق الكتف الأيمن في نهاية المطاف لنتفرج بعد ذلك على تواصل المسيرة نحو الأسفل كما تلاحظون هنا فيمكن مشاهدة الكتف الأيسر الرأس الكتف الأيمن والارتفاع خط الرقبة في حالة الاتجاه الصاعد يمكن رسمه من خلال ربط القاع الموجود فيما بين الرأس والكتف الأيسر بالقاع الموجود فيما بين الرأس والكتف الأيمن حيث يواصل الخط امتداده بعد ذلك وكما قلنا لكم فإن الارتفاع في حالة الاتجاه الصاعد عبارة عن رسم خط عمودي يربط أعلى نقطة الرأس بخط الرقبة الحالة الأولى لخط الرقبة الخط الذي نشاهده هنا عبارة عن خط مستوي أي بعبارة أخرى فإن القاعين الأيسر والأيمن يقعان على هذا الخط المستوي فيما بين أسفل هاتين القمتين الحالة الثانية لخط الرقبة لا يظهر خط الرقبة دوما على هيئة الخط المستوي وأحيانا يصبح مائلا كما تشاهدون هنا حيث أنه يتم ربط القاع الموجود فيما بين الكتف الأيسر والرأس بالقاع الموجود فيما بين الرأس والكتف الأيمن وبما أن الاتجاه صاعد فيميل خطنا المائل نحو الصعود أيضا الحالة الثالثة لخط الرقبة رغم أن اتجاه الأسعار الصاعد إلا أن خط الرقبة يميل نحو الهبوط لذلك لا نقوم بتسجيل أي صفقة بيع في هذه الحالة حيث أن نقطة الدخول متأخرة جدا شرح نموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي من خلال الصور في حالة الاتجاه الهابط توجد هناك ثلاث حالات أيضا لهذا النموذج حيث تختلف كل حالة عن حالة أخرى بشكل طفيف الحالة الأولى لخط الرقبة تظهر هذه الحالة عندما كان الخط مستويا أي بعبارة أخرى فإن القاعين الأيسر والأيمن يقعان على خط مستوي فيما بين أسفل هاتين القمتين كما نشاهد هنا أيضا الارتفاع أي اتج الحالة الثانية لخط الرقبة أصبح خط الرقبة مائلا كما تشاهدون هنا وبما أن الاتجاه هابط فيشتاق خطنا المائل نحو الهبوط أيضا الحالة الثالثة لخط الرقبة رغم أن اتجاه الأسعار هابط إلا أن خط الرقبة يميل نحو الصعود لذلك لا نقوم بتسجيل أي صفقة شراء في هذه الحالة وإذ قمنا بذكر نقطة الدخول لأنها متأخرة جدا بعض النقاط الإضاحية حول النموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي نقطة الدخول لكافة حالات نموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي في حالة الاتجاه الصاعد بعد تكوين الكتف الأيمن وعندما تحاول الأسعار جاهدة لاختراق خط الرقبة وعبوره هابطة نحو الأسفل سوف نقوم بتسجيل صفقة البيع هناك أي بعبارة أخرى هنا نقطة الدخول للبيع كما أنه هنا للبيع وهنا للبيع أيضا نقطة الدخول لكافة حالات نموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي في حالة الاتجاه الهابط بعد تكوين الكتف الأيمن وعندما تحاول الأسعار جاهدة لاختراق خط الرقبة وعبوره صاعدة إلى الأعلى سوف نقوم بتسجيل صفقة الشراء هناك أي بعبارة أخرى هنا نقطة الدخول للشراء كما أنه هنا للشراء وهنا للشراء أيضا حد إيقاف الخسائر في حالة الاتجاه الصاعد في هذه الحالة التي من المتوقع أن تتخلى الأسعار عن مسارها الصاعد لكي تختار الاتجاه الهابط فينبغي أن يقوم المتداولون بوضع حد إيقاف الخسائر فوق الكتف الأيمن كما نشير إليه هنا أو هذه النقطة أيضا وكذلك هنا حد إيقاف الخسائر في حالة الاتجاه الهابط في هذه الحالة التي من المتوقع أن تعود الأسعار عن مسارها الهبوط لصالح الاتجاه الصاعد فينبغي أن يقوم المتداولون بوضع حد إيقاف الخسائر تحت الكتف الأيمن كما نشير إليه هنا أو في هذه النقطة أيضا وكذلك هنا حيث سوف نقدم لكم لاحقا معلومات مصورة على صلة بهذا الأمر العلاقة فيما بين الارتفاع والكتف الأيمن لدى نموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي في حالة الاتجاه الصاعد واحد أفضل الحالات أن يكون ارتفاع الكتف الأيمن أي أعلى نقطة قمة الكتف الأيمن أصغر من مستوى H على 2 2- حالة التعادل سوف تحدث هذه الحالة إذا كان ارتفاع الكتف الأيمن أي أعلى نقطة قمة الكتف الأيمن يساوي مستوى H على 2 حيث أن مستوى جني الأرباح يعادل حد إيقاف الخسائر أي بعبارة أخرى لا يوجد أي مكسب أو ضرر مما يؤدي ذلك إلى سعر المساواة عند إغلاق الصفقة بدون ربح أو خسارة 3- أسوأ الحالات أن يكون ارتفاع الكتف الأيمن أي أعلى نقطة قمة الكتف الأيمن أكبر من مستوى H على 2 حيث أن الأضرار تفوق الأرباح الغاية في جميع الحالات التابعة لنموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي هي H على 2 وليس H ولكي تتحقق الأرباح فينبغي أن لا يتجاوز ارتفاع الكتف الأيمن مستوى H على 2 ملحوظة هامة فيما يتعلق بالاتجاه الهابط أيضا يمكن تكرار نفس الحالات المذكورة أعلى لكن بحيث تتناسب مع ظروف الاتجاه الهابط المعاكسة للاتجاه الصاعد العلاقة فيما بين حالات خط الرقبة وتستيل الصفقات لدى نموذج الرأس والكتفين الإنعكاسي في حالة الاتجاه الصاعد 1- أفضل حالة لخط الرقبة أن يكون الخط مائلا يتجه نحو الصعود حيث أن ارتفاع الكتف الأيمن أي أعلى نقطة قمة الكتف الأيمن يصبح أصغر من مستوى H على 2 في هذه الحالة مما يعطي الأفضلية لتسجيل الصفقات البيع كما تشاهدون في الصورة 2- أسوأ حالة لخط الرقبة إذا كان خط الرقبة يميل نحو الهبوط رغم أن اتجاه الأسعار صاعد فعلى المتداولين أن لا يقوم بتسجيل أي صفقة بيع في هذه الحالة حيث أن الظروف غير مؤاتية 3- ملحوظة هامة فيما يتعلق بالاتجاه الهابط أيضا يمكن تكرار نفس الحالات المذكورة أعلى لكن بحيث تتناسب مع ظروف الاتجاه الهابط المعاكسة للاتجاه الصاعد شرح نموذج الرأس والكتفين الاستمراري من خلال الصور في حالة الاتجاه الصاعد يظهر هذا النموذج في الاتجاه الصاعد فيتكون الكتف الأيسر من جراء هبوط مفاجئ ومن ثم ترتفع الأسعار لتهبط من شديد حيث تصور الرأس على أن تصعد الأسعار وتهبط مجددا بغية خلق الكتف الأيمن في نهاية المطاف لنشاهد بعد ذلك تواصل المسيرة الصعودية كما تلاحظون هنا فيمكن مشاهدة الكتف الأيسر الرأس الكتف الأيمن والارتفاع إلا أن النموذج الرأس والكتفين الاستمراري لم يتكون في الأعلى رغم أن الاتجاه صاعد وإنما ظهر في الأسفل حيث نتوقع استمرار مسيرة الأسعار الاستعلائية شرح نموذج الرأس والكتفين الاستمراري من خلال الصور في حالة الاتجاه الهابط يظهر هذا النموذج في الاتجاه الهابط فيتكون الكتف الأيسر من جراء صعود مفاجئ ومن ثم يحدث الهبوط لترتفع الأسعار من جديد حيث تصور الرأس على أن تهبط وترتفع الأسعار مجددا بغية خلق الكتف الأيمن في نهاية المطاف لنتفرج بعد ذلك على تواصل المسيرة نحو الأسفل منصة التداول نريد أن نلقي نظرة في هذا الإطار على منصة التداول لكي نبحث عن نماذج على صلة بموضوع حلقتنا حيث يمكن التعرف على عدد كبير منها ببساطة على سبيل المثال هنا يتسنى لنا مشاهدة نموذج الرأس والكتفين الاستمراري في حالة الاتجاه الصاعد ولرؤيته بشكل أفضل نقوم برسم حدوده واضحة تشاهدون هنا نموذج الرأس والكتفين حيث فقد تم تكوينه هكذا وإذا أردنا رسم خط الرقبة لهذا النموذج سوف يصبح الخط بهذا الشكل تقريبا وكما قلنا لكم سابقا فإنه يمكن الحصول على مستوى الارتفاع عبر رسم خطنا عمودي يربط أدنى نقطة الرأس بخط الرقبة أثناء الهبوط أوضحنا لكم خلال الحلقة الخاصة بشرح مؤشر فيبوناتشي بأنه يتسنى لنا إضافة مستوى خمسين في الماء وكذلك مستوى ماء في الماء إلى المستويات المتوفرة لدى فيبوناتشي حيث نقوم هنا باستخدامهما في إطار دراسة النماذج على سبيل المثال فإن هذا المستوى هو مستوى ماء في الماء حيث يقع مستوى H على 2 المطلوب لدينا على هذه النقطة وإن الأسعار قد لامست مستوى H على 2 وتراجعت بعد ذلك لترتفع من جديد لتصل إلى مستوى H وبالتالي فقد تم التحقق من استمرار مسيرة الأسعار الصعودية كما كنا نتوقع أي بعبارة أخرى نلاحظ هنا مسارا صاعدا وفجأة تكوين نموذج الرأس والكتفين الاستمراري ومن ثم تواصل اتجاه الأسعار الصاعد حيث أن الأسعار وصلت إلى مستوى H على 2 قبل ملامسة مستوى H إذا أردنا أن نصبح بارعين في مجال البحث عن النماذج عبر الرسوم البيانية فعلينا أخذ الدقة اللازمة أثناء رسم هذه النماذج لكي نتعود على إيجادها بغية دراسة أوضاع الأسواق المعقدة لا نبحث هنا عن عينات كلاسيكية تعود إلى نموذج الرأس والكتفين لأن إيجاد العينات الكلاسيكية أمر سهل ونحن نود أن نظهر لكم حالات أكثر صعوبة حيث يحتاج اكتشافها إلى البراعة نوعا ما تشاهدون هنا عينة أخرى تمثل نموذج الرأس والكتفين حيث فقد ظهر هكذا نشاهد اتجاه الأسعار الصاعد فيتكون الكتف الأيسر ومن ثم يحدث الهبوط لترتفع الأسعار من شديد بغية رسم الرأس على أن تهبط وترتفع الأسعار مجددا من أجل وضع الكتف الأيمن فالصورة إظهار خط الرقبة لا يتطلب منا إلا القيامة برسم خط يربط القاعة الموجودة فيما بين الكتف الأيسر والرأس بالقاعة الموجود فيما بين الرأس والكتف الأيمن إذا أردنا الاطلاع على كيفية عمل هذا النموذج فإننا نقوم باحتساب مستوى الارتفاع من خلال رسم خط عمدي يربط أعلى نقطة الرأس بخط الرقبة ومن ثم ننقل المستوى المطلوب إلى نقطة الدخول أي بعبارة أخرى في حال كان خط الرقبة مائلا وبعد احتساب H نغير مكان هذا المستوى إلى نقطة الدخول لكي يتسنى لنا مشاهدة H وكذلك H على 2 كما تشاهدون هنا فإن الأسعار قد لامست H على 2 لتنطلق بعد ذلك إلى الأعلى وتهبط من جديد لتخضع إلى مستوى H على امتداد هذا النموذج فقد تم تكوين عينة أخرى تمثل نموذج الرأس والكتفين أيضا أي بعبارة أخرى كانت هناك نماذج تتوالد وتتكاثر متتالية نشطب الرسم السابق لتكون الصورة لدينا أوضح يتسنى لنا أن نقوم برسم نموذج الرأس والكتفين هنا لكن بما أن زاوية خط رقبته ليست مطلوبة لدينا فلم نكن نرغب بتسجيل صفقة هناك نواصل البحث عن عينات أخرى تمثل نموذجنا قيد المناقشة بشكل أوضح بغية تسجيل الصفقة نجد هنا عينة تنتمي إلى نموذج الرأس والكتفين الاستمراري فنرسمه أولا لنشاهده بشكل أفضل كما تلاحظون هنا فقد حدث هبوط في البداية وبعد ذلك استعلاء ليتم تكوين الكتف الأيسر ومن ثم الرأس والكتف الأيمن إن رسم خط الرقبة يدعون للقيام بالاستعانة بخط مائل كما أننا نقوم باحتساب مستوى الارتفاع عبر استخدام مؤشر في بوناتشي على أن ننقل المستوى المطلوبة إلى نقطة الدخول أي نقطة اختراق الأسعار لخط الرقبة لاحقا حيث نرى الأسعار بأنها فقط هبطت إلى H على 2 وبعد ملامسة مستوى H تخلت عن مسارها الهبوط لتنطلق صاعدة إلى الأعلى مجددا كما تشاهدون فإن عينات كثيرة لنموذج الرأس والكتفين تظهر لدى تسجيل الصفقات أزواج العملات أو السلع وينبغي أن تتعود أعيننا على إيجادها فقط حيث عدد هذه النماذج كبير جدا تشاهدون هنا عينة تنتمي إلى نموذج الرأس والكتفين الاستمراري حيث تم تكوينه في إطار الفترة اليومية فنقوم برسم النموذج نلاحظ حركة الأسعار الصعودية في البداية ومن ثم هبوط مفاجئ ليتكون الكتف الأيسر ومن ثم الرأس والكتف الأيمن هذا النموذج يعتبر متكامل كما أن خط رقبته أصبح خطا مستويا تقريبا حيث تواصل الأسعار مسيرتها الصعودية بعد كسر حاجز هذا الخط نقوم الآن بحساب مستوى الارتفاع عبر رسم خط عمودي يربط أدنى نقطة الرأس بخط الرقبة كما نكبر المشهد بعض الشيء من أجل رؤيته بشكل أفضل وننقل مستوى الارتفاع إلى الجانب الأيمن من الشاشة قليلا محاولة منه لمشاهدة الخطوط بصورة أوضح تشاهدون الأسعار هنا وهي تلامس مستوى H على 2 في طريقها صاعدة للوصول إلى قمة مستوى H لتبدأ بالتراجع بعد ذلك يمكن اعتبار نموذج الرأس والكتفين ضمن تلك الظواهر التي تتشكل بشكل كبير وملفت للانتباه على الرسوم البيانية ونحن فقط بحاجة إلى أخذ دقة اللازمة من أجل إيجادها يتسنى لنا أن نجد عينات متشابكة ضمن إطار الفترات الزمنية المختلفة فعلى سبيل المثال إذا قمنا باختيار هذه المنطقة على الشاشة بالتحديد سوف نرى بأنها تمثل نموذجا آخر أيضا خلال فترة زمنية أقصر كما تشاهدون فإنه توجد هناك حركة صعودية للأسعار مما يتكون الكتف الأيسر ومن ثم الرأس والكتف الأيمن الكتف الأيسر واسع جدا وإنه يفوق نظيرها الأيمن بكثير حيث لا توجد هناك حاجة ليتعادل بالضرورة دوما قد نكشف عينات لا تتضمن المساوات من حيث أبعاد مكوناتها المختلفة فمثلا أحد الكتفين يفوق الآخر حجما ومساحة إن النموذج الرأس والكتفين لا يأتي بشكل متكامل دائما حيث يظهر على هذه الهيئة أحيانا مما يبشر أيضا لقدوم عينة أخرى بعد استكماله نشاهد هنا بأنه بعد الهبوط الكبير الناجم عن تكوين النموذج السابق ارتفعت الأسعار بشكل مفاجئ لتكون الكتف الأيسر العائدة إلى نموذج جديد ومن ثم الهبوط بغية تكوين الرأس والكتف الأيمن كما نرى الاستعلاء مجددا محاولة من الأسعار لاستكمال مسيرتها الصعودية إن خط الرقبة للنموذج العلوي يصبح هكذا وأما خط الرقبة للنموذج السفلي يظهر بهذا الشكل حيث يشير خط الرقبة الأول في الأعلى إلى تكوين نموذج الرأس والكتفين في الاتجاه الهابط وأما الخط الثاني في الأسفل فإنه يمثل نموذجا آخر لكن هذه المرة في الاتجاه الصاعد إننا بحاجة إلى أخذ الدقة اللازمة لإيجاد مزيد من العينات التي تمثل نموذج الرأس والكتفين حيث يظهر بكثرة أثناء إنجاز الصفقات في الأسواق المالية للمزيد من المعلومات المطلوبة حول المواضيع المطروحة للنقاش الضمن هذه الحلقة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني نتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة